تحت عنوان بداء التمويل التنمية انطلقت الجلسة المتخصصة الثالثة ضمن جلسات اليوم الثالث من الحوار الاقتصادي وذلك في إطار جلسات الحوار الوطني بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين هذا وشهد اليوم عقد جلستين لمناقشة دور الدولة في الاقتصاد وترشيد الانفاق الاستثماري العام لبحث كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة والاستثمارات السلعية ودور الأجهزة التنظيمية مع أهمية النظر إلى الهيئات الاقتصادية وآليات التيسير وحوكمة الخدمات للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها فضلا عن تأثير السناديق بجميع أنواعها في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بسبب الدعم الذي طلقته الأسعار من أنباء احتمال تمديد أوبيك بلس لتخفضات الانتاج وزادت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 35% لتصل إلى 83 دولار و94 سنت للبرنيل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تاكسس الوسيد بنسبة 43% لتستقر الأسعار فوق 79 دولار و21 سنت للبرنيل بينما تراجعت أسعار المزوط عالميا بنسبة 43% لتصل إلى دولارين و68 سنت للتر وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 33% لتسجل 1.86 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي صندوق الثروة السيادي في المملكة سقوقا مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات بقيمة ملياري دولار وصدرت السقوق بعلاوة 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وهو ما يقل عن السعر الاسترشادي الأولي والبالغ 115 نقطة أساس فوق نفس السندات بعدما طلقت طرح طلبيات شراء تزييد قيمتها عن 16 مليار دولار حذر خبراء السوق الأمريكية من أن اقتصاد الولايات المتحدة يتجه نحو الركود مع عودة التضخم إلى الارتفاع كما توقع المحللون أن تنخفض مؤشرات البورصة الأمريكية بشكل كبير الاقتصاد الأكبر في العالم يتجه نحو الركود مع عودة التضخم إلى الارتفاع هذا ما حذر منه خبراء السوق الأمريكية الذين أشاروا إلى وجود مؤشرات توضح أن الأسهم بولستريت قد تكون على وشك خفاض كبير مؤسسات إعلامية ومصرفية توقعت أيضا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتجه نحو الانكماش مدللة على ذلك بعودة التضخم إلى الظهور المحللون أوضحوا أيضا أن ارتفاع التضخم بالولايات المتحدة مرة أخرى يعني أنه من المرجح أن يضطر البنك المركزي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وهو ما كان تاريخيا بمسابة ضغط على الاقتصاد والأسهم وفي يناير الماضي سجل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة نسبة 1% مما يشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر مما كان متوقعا حيث كانت الزيادات في تكاليف الإجارات هي العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع التضخم لشهر يناير الماضي يعد ارتفاعا للشهر السامن على التوالي حيث فشل فيه مؤشر أسعار المستهلك في الانخفاض إلى أقل من 3% باتجاه هدف بنك الاحتياط الفدرالي طويل المدى وهو 2% هذا الارتفاع في التضخم يعتبر من العوامل التي يمكن أن تؤثر على القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأمريكي بينما يشير البعض إلى أنه قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام نفسه